بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اجتمعت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة اجتماعها السادس والعشرين اليوم 14-05-2017 وبحثت العديد من البنود في جدوى الأعمال اللجنة وركزت اليوم على قوانين الإحالة من منطلق الحرص على تفعيل أعمال اللجان الأخرى ونظرت اللجنة في مجموعة من المخترحات بقوانين أحد المخترحات بقوانين مقدم من قبل سيد أحمد نبيل الفضل عضو مجلس الأمة ويتعلق بتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية والموظفيين وموظفي هذه الجهات الحكومية والهدف من القانون هو تكليف أو وضع تكليف على الجهات الحكومية أن تقوم بسداد ما عليها من التزامات مالية من منزانياتها مباشرة وهو هدف يقصد المقدم المخترح أنها تحرص الجهات الحكومية على عدم الإسراف أو الهدر في عملية استخدام الكهرباء والماء الموفر لها من ميزانية الدولة طبعاً اللجنة اختصاصها أنها تنظر في الجانب الدستوري والقانوني دون بحث الموائمة والملائمة ومدى الحجم الكلفة على الميزاني هذا ليس من اختصاص اللجنة ورأت اللجنة من ناحية الدستورية أنه يوجد مانع دستوري بأغلبية أعضاءها ورأى أحد الآراء الأقلية أنه يوجد مخالفة دستورية فصار في موافقة في اللجنة التشريعية على هذا المخترح ووحيل إلى اللجنة المختصة أو سيحال إن شاء الله إلى اللجنة المختصة المخترح الآخر اللي بحثتها اللجنة وهو مجموعة مخترحات لكن كلها تتعلق بدعم العمالة الوطنية أو قوانين دعم العمالة الوطنية في تقريبا أربع مخترحات أحد المخترحات مقدم من النائب العضو صراح خورشين ويتعلق بتعديلات على قانون دعم العمالة الوطنية وبالأخص اللي هو دعم العمالة الكويتية في القطاع النفطي واللجنة وافقت بالأجماع أجماع الحضور على المخترح بقانون وستحيل إلى اللجنة المختصة مخترح آخر يتعلق بدعم العمالة الوطنية مقدم من الدكتور حمود الخضير وهذا المخترح مرتبط بموضوع زيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء في العاملين في القطاع الخاص فقط نوع من التشديعهم في القطاع الخاص دون القطاع الحكومي وهذا أثار جدل حقيقة دستوري وقانوني في زيادة اللي هو العلاوة الاجتماعية للأبناء دون زيادتها عن موظفين القطاع الخاص ولذلك يعني اللجنة بأغلبية أغلبية الأعضاء رأت عدم الموافقة لوجود شبهة عدم المساواة والعدالة بين الطرفين المخترح الثالث هم كذلك في دعم العمالة الوطنية النظرته اللجنة ومقدم من العضو الفاضل ثامر سعد الضفيري ويتعلق بإشراك القطاعات معينة فسمى التعريفات الكويتيين وأبناء الكويتية اللي هو بتزوجها من غير كويتي والمقيمين بصورة غير قانونية إنهما يعطون دعم عمالة الآن ليعطى دعم عمالة فقط الكويتين القانون المخترح من الأخثام الضفيري يرى إنه كذلك يجب أن يشمل أبناء الكويتية ويشمل كذلك ورأت اللجنة بعد ما بحثت الموضوع الموافقة بأغلبية أعضائها على المخترح من ناحية الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة المخترح الثالث كذلك في دعم العمالة الوطنية ويمركز على موضوع معالجة إشكالية المسرحين اللي صارت في السنوات السابقة كيفية التعامل معاها ومعالجتها واللجنة بعد ما بحثت الأفكار والمخترحات المقدمة من الأعضاء عبدالله العنزي وسام الشاهين حمود الخضير محمد المطيري دكتور جمعان الحربش رأيت الموافقة بأغلبية أعضائها على المخترح ورأى أحد الأعضاء عدم موافقة لعدم وجود الدستورية هذه مخترحات تعلق كلها بدعم العمالة وإن كانت تختلف في نصوصها وأهدافها المخترح في مخترحين قدموا من الأعضاء بإنشاء جامعات حكومية جديدة مخترح الأول مقدم من العضو دكتور محمد هادي نحويله بإنشاء جامعة حكومية في محافظة مبارك الكبير أو الأحمدي والمخترح الثاني مقدم من العضو سيد أسكر عويد العنزي بإنشاء جامعة حكومية في محافظة الجهرة اللجنة بعد ما بحثت هذه المخترحات رأت الموافقة عليها بالإجماع ورأت ضرورة أن يكون هناك جامعات ورأت أنها موافقة للدستور ولا يوجد أي مخالفة قانونية وأبدت بعض الملاحظات تعلق بالصياقة كذلك اللجنة بحثت مجموعة من القوانين مقدمة من مجموعة من الأعضاء كلها تتعلق بقانون الخدمة الوطنية العسكرية له التجنيد وبحثت هذه المخترحات أحد المخترحات كان مقدم من دكتور وليد الطبطبائي ورأت اللجنة الموافقة بأغلبية أعضاءها على المخترح وكذلك تقريباً كل القوانين اللي قدموا المخترح الثاني من محمد هايف المطيري ثامر الضفيري دكتور وليد ماجد المطيري خادل عتيبي الثالث من الأخ العضو فيصل كندري والرابع من الأخ دكتور جمعان ظاهر الحربش وهذه المخترحات كلها تدخل في إطار اللي هو تحديد الخدمة الوطنية اعتبار اللي هو الآن القانون يقول الابن الوحيد يؤجل له وفكرة القانون يؤجل له لممكن يجي له أخو يعني فبالتالي يؤجل إلى أن يوصل سن 35 وبالتالي يؤفى فالمقترح الآن أنه يؤفى إذا كان هو ابن وحيد وبالتالي إذا وصل السن القانوني وطلب يؤفى مباشرة ولا ينتظر إذا كان راح يكون لأخ آخر ولا لا الوظيفة تحسب الخدمة المدنية أنه يحسب له في الخدمة السنة مضاعفة يعني إذا بدأت لا يستطيع تحسب له سنة من ضمن خدمته لا تحسب له هذا المقترح أنه يكون له سنة مضاعفة فالمهم أن المقترحات هذه في تعديل قانون الخدمة الوطنية جاءت في إطار إعادة ترتيب القانون وإعادة وضعه في شكل أنسب ولذلك رأت اللجنة الموافقة لا يوجد أي مخالفة دستورية وأبدت مراحضات على الصياغات ورأت اللجنة موافقة بأغلبية أعضائها ورأى أحد الأعضاء عدم موافقة لعدم لمخالفة أحكام الدستور في مقترحين قدموا من الأعضاء بإنشاء مركز لتنمية المعلم والمقترح الأول مقدم من دكتور محمد هادي لحويلة والمقترح الثاني من الأخ العضو عسكر عويد العنزي والفكرة أنه يكون هناك مركز يضم مجموعة من الجهات من وزارة التربية والتعليم العالي من أمان العام للأوقاف وغيرها من الجهات المختصة من جمعية المعلمين وهذا المركز في النهاية الهدف منه تطوير المعلم وإبراز دوره بشكل أكبر وبث الجودة في أداءه والفكرة الحقيقة نبيلة وممتازة واللجنة رأيت موافقة بأغلبية أعضاؤها ورأيها أحد الأعضاء عدم الدستورية وأنها يمكن تكون اختراح برقبة دون الذهاب إلى القانون كذلك اللجنة بحثت في مقترح بقانون بشأن الفحص الطبي للراقبين في الزواج قبل إتمام الزواج مقدم من الأعضاء صالح عاشور وعسكر جانيس فكرة القانون المقترح أنه يلزم فكرة المقترح أن يلزم راقب الزواج بأن يدخلوا دورة التدريبية لمدة أسبوعين قبل إتمام عقد الزواج أو قبل توقيع على العقد حتى يعني يعرف كل طرف من الزوجين الزوج والزوجة أو الراقبين بالزواج حقوقهم وواجباتهم الفكرة بشكل عام نبيلة و اللجنة وافقت بأغلبية أعضاءها مع رفض أحد الأطراف ووضعت اللجنة ملاحظاتها في هذا الموضوع أن يكون الأمر اختياري وليس إلزامي أن يكون الأمر اختياري وليس إلزامي حتى لا يكون شرط من شروط الزواج قد يخالف الجانب الشرعي والقانوني في الموضوع ولكن وهذا اللي أبدته كملاحظة رح يكون في تقريرها اللي رح يحال إلى لجنة الأسرة المرأة والأسرة لإتمام هذا الموضوع كذلك قدمت مقترحات من أعضاء مجموعة من الأعضاء التعلق بقوانين الكهرباء والماء قانون اللي صدر في المجلس الماضي وأعفى مواطن السكن خاص ووضع شروط وشرايح يتعلق بسداد المبالغ الشاهد أنه في أحد المقترحات مقدم من الأعضاء دكتور جمعان ضاهر الحربش وعادل الدمخي وناصر الدوسري ومحمد هايف المطيري ومبارك الحجرف ورأة اللجنة الموافقة على هذا المقترح يتعلق بالتعرفة الكهربائية وكذلك في مقترحات أخرى قدمت من مجموعة من الأعضاء سامة الشاهين عبدالله فهاد كرحمود ثامر الضفيري محمد الدلال ورأة اللجنة الموافقة بأغلبية أعضاءها على عملية المقترح بقانون في مقترح ثالث بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءات عدادات الكهرباء والدفع المسبق المقدم من الدكتور وليد الطبطبائي ورأة اللجنة الموافقة بأغلبية أعضاءها على هذا المقترح مع إبداء ملاحظة تتعلق ب يعني أن قد لا يتطلب أن يكون هناك تأسيس شركة كويتية للموضوع ولكن الموضوع في حد ذاته مهم ويتطلب أن يكون له وضعية خاصة وهناك مخترح أخير قدم من الأعضاء عبدالله فهاد وسامع إيسى الشاهين دكتور جمعان الحربش محمد طيري دكتور حمود ورأة ورأة اللجنة الموافقة عليه بأغلبية أعضاء هذه المخترحات التي تم بحثها في اللجنة التشريعية والقانونية وهي كلها قوانين إحالة رأت اللجنة من الأهمية أن نجدمها على الأقل اليوم فقط على قوانين مكافحة الفساد على أساس أن هناك مجموعة من قوانين تحتاج إلى بدء سريع واللجنة الآن سيكون عندها إن شاء الله اجتماعها القادم مخصص قانون كافحة الفساد بالكامل لإتمامه والانتهاء منه بإذن الله وبعدها سيكون هناك قوانين إحالة نحاول ننجز الكثير من القوانين الخاصة بكافة اللجنة سواء التعليمية أو المرافق أو المالية أو تحسين بيئة الأعمال أو خيرة من القوانين وأحد القوانين اللي اليوم أجلناها كان مفرد نبت فيها لكن لأهميته ولبحث أكثر من قبل الباحثين عندنا ومن قبل أعضاء اللجنة رح يؤجل إلى الاجتماع القادم اللي هو قانون مقدم من أحد الأعضاء متعلق بصندوق المشروعات الصغيرة الجهاز الصندوق المشروعات الصغيرة هذا قانون مهم وأساسي لكن يطلب الحقيقة بحث أكثر من ناحية الدستورية والقانونية وبالذات في الصياقة حتى يخرج بالشكل المناسب واللي في النهاية يعني يؤدي دور أفضل للصندوق والعاملين فيه بإذن الله هذا باختصار أعمال اللجنة اليوم أعتقد قطعة شوت كبير في هذه القوانين وإن شاء الله نأمل أن نستمر في ذلك الله يعطيكم العافية جميع مشكورين